اشتركوا في القناة تطبيق واتساب المعدل عبيتعرض للحظر وحذف الرقم فهذا التطبيق كيفيني ان احمل منه الحالي بطريقة سهلة وبسيطة وبدون اي برامج وتطبيقات كل ما عليكم متابعة الشرح الى النهاية لما ارفت كافة التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله عودنا من جديد من اجل كمال الشرح يا جماعة قبل البداية بشكل مباشر اتمنى منكم في حال كنت اول مرة بتشوفوا فيديوهاتنا على القناة فبتمنى منكم الاشتراك وتفايل زر الجرس لو وصلكم كل شيء دعم نزلوا من شروحات وهذه المشكلة التقنية بالاضافة الى زر اللايك هذا شيء كتير بحفزنا وساعدنا ان نستمر معكم الان يا جماعة كنا عم نحكي الموضوع تحميل حالة من تطبيق واتس اوب الاصدار الرسمي الاخضر بطريقة سهلة بدون اي برامج وتطبيقات فبداية نركز معي بداية رح نتوجه الى تطبيق واتس اوب الى قسم الحالات او ستوريات ومنشاهد الحالي اللي بدنا نحملها اي حالي عندك بدك تشاهده صورة او فيديو بتشاهد الحالي مثلا هاي الحالي انا عندي فهذا الستوري او الفيديو رح شاهده ولكن دقيق على نقطة انك شاهده للنهاية بتشاهد الحالة الى النهاية لحتى تنتهي بعدما تشاهد الحالة الى النهاية لحتى تنتهي بتتابع معي بتشاهد الحالي بعدها رح نخرج انا طبعا الحالي مشاهدها مثل ما انك شايف بخرج وبتوجه الى الملفات بعدما اذهب الى الملفات بضغط في البحث وببحث عن واتس اوب تكتب واتس اوب فبيظهر معك مجلد واتس اوب تدخل عليه بعدها الى ميديا مجلد ميديا بعدها بتختار خيار ثلاث نقاط على الأيسر في الأعلى والضبط بعدها في عندك ظهار ملفات النظام المخفية بتفعل هذا الخيار وترجع إلى الخلف منلاحظ أنه ظهر عندنا ملفات جديدة فأهم ملف أنا مجلد عندي هو Statues بدخل على مجلد Statues ومنلاحظ أنه هوني عندي منشوف الصور والفيديوهات الخاصة في حالات واتس أب واللي أنا شاهدتها فمثلاً هذا الفيديو اللي أنا شاهدته على الحالة بالبداية مثل ما نلاحظ هذا هو الفيديو ترجع للخلف ولكن في حال بقي الفيديو هون فأنت هون الفيديو ما رح يظهر في معرض عندك معرض صور والفيديو وبالإضافة أنه فقط انتهت بس انتهت مدة الحالة الأربع وشرين ساعة فرح يختفي منه فمن أجل أنك تحافظ على الصورة أو الفيديو فقط بتحدد وبتعمل نسخ بعدها بترجع على الخلف على أي مجلد عندك يعني بترجع على أي مجلد عندك مكان التخزين فأي مجلد يعني مثلاً هون وبتطي النسخ أو اللسق وبصير عندك الفيديو في الجهاز في مجلدات الجهاز الذاكرة الأساسية وبينزل عندك مرض صور وفيك تتحكم فيه هاي الطريقة جماعة أتمنى تستفيدوا منها ودمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر